اشتركوا في القناة المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أشد طوماس طوخيل مدرب فريق باير ميونيخ الألمانية بأداء الدولية المغرب نصير مزراوي بجانب كومان واغنبري خلال المباراة التي جمعت البافاري مع هيرتا بيرلين يوم الأحد لحساب الجولة الثلاثين من الدور الألمانية واعتبر المدرب الألماني أن وجود التولاتي في المركز الأيمان يعد الأفضل في المباراة مشيرا أن الجهة اليمنى كانت أفضل لأن الانسجام والترابط بين مزراوي وكومان واغنبري بدأ جيدا أكثر من الجانب الأيصر بين كانسيل وموسيال وأيضا ماني وغالبا ما كان جواو معزولا برشالون تصفع ريال مدريد وتمنعه من التعاقد مع لاعبين مغربية كشف تقرير صعفي أخير تطورات بشأن مستقبل النجم برشالون الشاب حيث أكد فبريزي رومانو خبر سوق الانتقالات في أوروبا أن المغرب إلا من يامل اقترب من تجديد عقده مع البرصة وينتهي تعاقد يامل بنهاية الموسم الجاري مع ظهور أنباء مفاجئة تفيد برغبة ريال مدريد في ضمه بعد انتهاء عقدها وكتب رومانو عبر حسابي على تويتر لمين يامل سيوقع عقدا جديدا مع برشالون في يوليوز النادي ليس لديه شك ونفس الأمر بالنسبة للعب وأضاف سيوقع يامل عقدا جديدا حتى يونيو 2026 وبالفعل دخلت المفاوضات في مراحلها النهائية مع وكيل خور خيمينديش ويعتبر يامل أصغر لاعب يشارك بقميس برشالون وذلك خلال مباراة ريال بيتيس الأخيرة ودفعت شافي في مباراة بيتيس بلا من يامل صاحب الأصول المغربية والذي يبلغ من العمر 15 عاما ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النياضي الكتالوني يشارك في الليغا عملاق إنجليزي يخطب ويد أشرف حكيمي صفقة صيف خيالية يستعد نادي مونشستر سيتي الإنجليزي إلى التعاقد مع أشرف حكيمي نجم باريسان جرمان وذلك خلال المركات الصيفية التي تفصلون عنها السابع قليلة وسبق لنادي مونشستر سيتي أن أبدأ عزمه التعاقد مع حكيمي في 2020 حيث كان عقده في ملكيات نادي ريال مدريد بيد أن التقار إعلامي من عاصمة الضباب أكدت هذه المرة رغبة المانستي القوية في ضم أحسن ظهير أيمن في العالم إلى صفوفها لتجاوز المتاعب التي تعرضت لها من هذا الرواق وحل النجاح صفقة انتقال حكيمي إلى المونستي سيكون أول لعب في تاريخ كرة القدم لعب في خمس دورية أوروبية كبرى في أقل من عشر سنوات وهي الدور الإنجليزي مع المونستي والدور الإسباني مع ريال مدريد والدور الألماني مع بروسيا دورتموندا والدور الإيطالي مع أنتر ميلان والدور الفرنسي مع باريسان جرمان بعد التحاقه بمنتخب الجزائر نانتر الفرنسي اتخذ قررا صادما في حق لاعبه يونس بن علي أفد التقرر إعلامي عديد أن نادي نانتر فرنسي قرر فسخ عقده مع يونس بن علي وذلك على خلفية مواصفة هداة المصادر بالتمرد على إدارة الفريق والإصرار على الالتحاق بالتجمع المنتخب الجزائري المشارك في بطلة إفريقيا لأقل من سبعة عشر سنة وتداولت منابر إعلامي فرنسي نسخة من وثيقة تؤكد قرر فك الارتباط بين بن علي البالغ من العمر ستة عشر سنة وندي نانت بعد إصرار اللاعب الجزائري على تجاهل تحذيرات إدارة فريقه الفرنسي الذي رفض التحاقه بمنتخب بلادها وفي أول تعقب له على القرار السالي في الدكر أكد اللاعب بن علي في تصريح لوسائل الإعلام على هامش ندوة صعفية عقدت يوم الاثنين الجميع يعلم أن نانت هو فريق القلب بالنسبة لي أحمل قمصه منذ أن كنت طفلان ولم يسبق لي أن قمت بأي تجاوز في حقها وتابع اللاعب الجزائري حدثه قائلا وتيحت لي الفرصة مؤخرا من أجل تمثيل منتخبه الجزائر من دوع فخري أن أدفي عن قميس بلدي قبل أن يؤكد قائلا لقد حصلت خلافات حول بعض النقاط مع ندي نانت غير أنني قررت في نهاية المطاف الصفر إلى الجزائر وختم بن علي كلامه قائلا يجب على الجميع احترام الخيارات التي قمت بها ما يشغل بالي حاليا هو الذهب لأبعد حد ممكن في نهاية أمم إفريقية للنشئين وزير سياحة السعودي يعرب عن سعادته بزيارة النجم ميسي للمملكة أعرب وزير سياحة السعودي أحمد الخطيب أمس الاثنين عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها الأسطورة الأرجنتينية لونيلميسي وعائلة حاليا للمملكة ضمن جولة سياحية لنجم فريق بيرسين جرمان الفرنسية ونشر الخطيب عبر حسابها على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي صور لجولة ميسي السياحية رفقة عائلته معلقا عليها ساعد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودي للإستمتاع بوجهتنا السياحية المتنوعة واستكشف تجارب أصيلة تعكس حفوة الشعبين وكرمها ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للإستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة وكان وزير السياح عبر خلال تغريدة في وقت سابق عن ترحيبه بميسي وعائلته وذلك في زيارة سياحية تانية للمملكة وكتب الخطيب أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية التانية للسعودية وشارك ميسي بالفعل في حملة دعائية تروج لأماكن السياحية في المملكة ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية عبر حسابه الشخصي على الأنستغرام وقال ميسي الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم في منشور بته على شبكة انستغرام لتبادل الصور بالطبيعة في السعودية قائلا من كان يتوقع أن السعودية خضراء بهذا الشكل أحب السكشاف عجائبها الغير متوقع كلما أمكنني ذلك وسبق لميسي صاحب الخمسة والثلاث عاما وهو السفير السياحات السعودية أنظر المملكة في ماي الفين واثنين وعشرين والسكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق كما حضر إلى الرياض برفقة بيعتة النادي الباريسي في يناير الماضي إذ كان الفريق قد خد مباراة كأس موسم الرياض في مواجهة نجوم الهلال والنصر شافي يتنبأ بمستقبل باهر للنجم المغربي في برشلونا تنبأت شافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونا الإسباني لكرة القدم بمستقبل باهر لللاعب يامين يامال ضل أصول المغربية والذي ينشط في الفريق واشهد المدرب شافي باللاعب المغربي مشير إلى أنه ينتظره مستقبل زاهر في الكرة المستدرة في حال استمر في الاجتهاد وقال مدرب برشلونا في تصريحات صحفية أن اللاعب المغربي يتمتع بموهبة كبيرة وستجعل منها لاعب مميزا في الفريق وزاد قائلا أنا أؤمن به كثيرا وهو من أبرز الأسماء الواعدة في الفريق وكان المدرب شافي قد وجهت دعوة لللاعب المغربي لمواجهة نظره رايوفايكانو الأربعاء الماضية لحساب الجولة الواحدة والثلاثين من الدولة الأسبانية وشهدت قائمة فريق برشلونا وجود أسماء كل من يامين يامل صاحب الأصول المغربية بالإضافة إلى المدافع المغربي الشاب شادي رياض شكرا